موسيقى يسعد صباحكم مشاهدينا وفي ثاني فقراتنا اختتمت فعاليات مؤتمر محاكاة هيئة الامم المتحدة الأول في الجامعات الفلسطينية بمشاركة 120 طالب وطالبة من جامعات عالمية ومحلية يجسد هذا المؤتمر روح المبادرة إيمانا بأن لغة الحوار هي اللغة الأساسية لحل الصراعات والنزاعات نتحدث أكثر عن هذا المؤتمر معنا نور الكسواني الأمين العام ومن مؤسسي المشروع وأيضا تيمة حجوج مشاركة بالمؤتمر سعد صباحكم الله يسعد صباحكم كيف أصبحتوا؟ تمام الحمد لله أول شيء يعطيكم العافية على هذا المؤتمر فكرته هاي أول سنة بنعمل هذا المؤتمر صحيح نعم أول شيء يبارك فيك وشكرا للإنفتيشن أهلا وسهلا وإحنا نمثل برنامج نموذج الأمم المتحدة الأول في جامعات فلسطين وكان برنامج حمد لله سكسسفل وكان برنامج يشمل 120 طالب ومن خلال البرنامج كان في كثير من الطلاب المتشجعين لهذا البرنامج نعم ومن ضمنهم تايما 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 كيف كانت أهمية أو كيف برأيك أهمية مشاركتك بهذا البرنامج أقول إشي صباح الخير سعد صباحك المشروع ينمي شخصية الطالب بشكل كبير أنا سمعت عن الفكرة أنا بدرس بجامعة القدس سمعت عن الفكرة من الطلاب يتحدثون كثير عنه في شهر ثانيا فحبيت أستفسر أكثر عن الموضوع بعدين أكتشفت أنه أصدقائي وزمولائي نور جمال كثماني وصيف صلاح وم المؤسسين للمشروع فحبيت كثير أشارك فيه شاركت في شهر ثانيا هو كان زي على مستوى لوكل يعني أكثر للطلاب الفلسطينيين وكثير عجبتني المشاركة وحسيت أنه فيها توجيه أنظار للطالب الفلسطيني على كيف يشوف المشاكل اللي بتصير خارج بلداننا وكيفية إيجاد حلول سريع وكيفية إيجاد حلول نعم صحيح فحبيت أشارك في الانترناشنال اللي صار وكنت في الكميتي طبع جامعة الدول العربية ومثلت دولة لبنان وكانت فكرة حلوة كثير وخاصة أن المواضيع كانت مثيرة للاهتمام وبتخلي الطالب يفتح شوية أكثر عن البلدان العربية المعظم الموضيع اللي طرحتوها موضيع سياسية وقضايا سياسية ممكن طرقتو شوية القضايا الإنسانية أو خلينا نحكي اجتماعية أو ما كانت من ضمن الموضوع نعم، كانت من ضمن البرنامج نموذج أممتحدة هو الأجندة الموجودة لنا الأحداث اللي بتصير في الأممتحدة الحقيقية يعني على سبيل المثال كان فينا في اليوروبيين يونيون اللي هو الاتحاد الأوروبي كان يناقشوا عن الهجرة 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 اللي بتصير في أوروبا هلأ ومن أيضا ناقشنا في جامعة دول العربية حكينا عن حرية المرأة وكيفية إيقاف العنف ضد المرأة والانتخابات النازيهة والفساد حلو، حلو، لو نحكي على الرسالة اللي خلينا نحكي أنت أكيد يعني قبل ما تقوموا أو تباشوا بهيك مؤتمر أكيد بتكونوا حملة رسالة وحبين هذه الرسالة توصل لنا شو رسالتكم من خلال هذا المؤتمر الرسالة تبعتنا كانت أن الطلاب الفلسطينيين يكون لهم وجود في القرارات وفي ما يحصل في العالم اليوم ومن ضمن هذا البرنامج يسمح للطلاب يكون عندهم فكر ونوع من الفكر ونوع من التفاهم أكثر عن إيش يحصل في العالم وليش كل دولة بتمثل هذا الشيء ومن ضمن البرنامج تبعنا الطلاب بكونوا هم السفراء لدولتهم يعني على سبيل المثال كانت هي ممثلة لبنان نعم أنت لبنانية؟ نعم فهي لازم توقف في نفس الطريقة كالممثلين للبنان ومن ضمن الأجندة الموجودة عندنا هذا يساعدهم في تطوير الأبحاث وتطوير الشخصية لا يظل فقط الفكر أننا الفلسطينيين طبعا عارفين قضيتنا وعارفين كل الأمور التي تحدث هنا لكن غافلين دعونا نتحدث عن القضايا التي تحدث في الخارج فهلو أننا نتعرف على هذه القضايا يعني هذه هي الفكرة الأساسية من ما شوقهم نتعرف على قضايا جميع الدول ونشوف كيف هم بلاقوا حلول لقضاياهم عشان نعرف كيف نلاقي حلول لقضيتنا كمان تجربة حلوبة أن الواحد يحس حلو مسؤول عن تمثيل مواطنين في دولة مثل المرأة اللبنانية وكيفية أني أوقف العنف ضدها فبصير في زي تنافس بين الدول التانية كيف كل واحد يترق أو قضية الدولة الأخرى أو كيف يعرض حلول أنه لمشكل دولته هو صح طبعا شارك 120 طالب في هذا المشروع القائمين على المشروع حضرتك وشاركي سامي صلاح تأسست الفكرة في رحلتنا تبادل طلابي في فرنسا وشتركنا في باريس في باريس في نفس النموذج ولكن في باريس وكان نقص وجود طلاب فلسطينيين فهذا الشيء كان مؤثر حافظ للكم يعني يتبلشوا بهذا المؤتمر طبعا عم بتم عرض بعض الصور من المؤتمر فيك تحكينا شوية أكثر عن طبيات الفعالية طبيات الفعاليات طبيات الفعاليات أنه الطلاب يكون عندهم نوع من نوع من التدريب للبحث وتطوير الشخصية وتطوير وجودهم كطلاب فلسطينيين في العالم اليوم وليس بس فلسطينيا ولكن كإنسان في العالم عربيا ودوليا وإنسان في العالم يتخذ قرارات مهمة في العالم نعم ومن ضمن البرنامج سيكون هناك عرض بكي كان هناك فعاليات أخرى يعني غير الكلمات وغير القضايا طرحتوها أكيد هناك نوع من الانبساط وعشان كان في عنا تقريبا 35 أجنبي كانوا طلاب من أمريكا ومن كندا ومن روسيا ومن فرنسا ومن هولندا وكانت فيه عنا بنت مصرية ولكن تحمل جواز فرنسي ومن ضمن هذل الطلاب إحنا من خلال برنامجنا فرجناهم ما هو طالب الفلسطيني وما هو طالب الفلسطيني من القدس ومن حيفا ومن رمالة ومن نابلس ومن جينين ومن كل هذل المناطق والحمد لله كان كتير سكسسفو كان كتير ناجح وكانوا كتير الطلاب مبسوطين فواحدة من الطلاب واحدة من الطلاب نحن نسمع منها يعني هي مبسوطة أكيد زيها زي باقي الطلاب ماذا تستطيع تتحدث عن شعورك بعد مشاركتك بهذا الشيء؟ أكيد أنت حاسب الفخير وحاسب أنك تعمل شيء خارج عن روتيننا خلينا نحكي هو شعور كتير حلو بتاعتك شعور النجاح أنه أنت حققت أشي يعني بختلف عن باقي الأنشطة التي تشارك فيها صح فكرك كمان زي ما حكيت قبل أنه كتير حلو أنك تحس أنه أنت بتمثل مواطنين وبتحكي في مشاكل كيفية تلاقي لهم حلول بتساعد الطالب بشكل كبير أنا شايف أنا بشوف أنه يعني الجامعات كلها مفروض بما أنه هذا نموذج محكات الأمم المتحدة كان الأول على مستوى جامعات فلسطينية أنا بشوف أنه جامعات فلسطينية كلها مفروض تعمل زي هيك مشروع عشان تدعم الطلبة أو تتاعد طلبنا أو تفتح أفاقهم بالضبط عن المشاكل اللي بتصير بدول طبعا أنت مش طلبة سياسة أو علوم أنا طلبة طب أسنان طب أسنان يعني هذا اللي بحكي فيه أنه بالعادة خلص الطلبة يفوت في مجال معين في الجامعة حتى أفاق وحتى أفكار بضلها في إطار هذا المجال اللي هو رايح فيه فأنت رحت إلى مجال مختلف كليا كتير طلبة كمان كانوا ما بيدرسوا قانون يعني الشغلة ما كانت بس على اللي بيدرسوا سياسة أو قانون فكانت الفكرة بتساعد كل الطلبة أنهم يتقفوا صح وهي ثقافة عامة منها نحن بنفيد حالنا ومنها بنفيد الحوالينا لو نختتم معك نور لتحكي لنا عن رسالتك أيضا مرة أخرى وشو توجه للمشاهد الفلسطيني اليوم رسالتنا إنه إحنا الطلاب الفلسطينيين ممثلين قائدين في المستقبل ويعني كلمتنا ضرورية جدا في العالم صح والتعليم هو أحدث شيء وأهم شيء في العالم ونحب نشكر كل الطلاب وكل الفريق اللي كان وساعد أسس هذا البرنامج ونعطي شكر خاص لجامعة القدس وكل شكر خاص لنور الجامعة الكثماني طبعا وسيف سامي صلاح على دعمهم ويعني استمراريتهم معنا في شكل كتير داعم للطالب وكان لهم دور كبير بالنجاح اللي صار وإحنا زي ما حكينا في اللوغو تابعنا كون التغيير كون التغيير كون التغيير وإن شاء الله بالتوفيق دائما شكرا لك شكرا لك نشاهدين هايك ما نكون وصلنا لختام فقرتنا رح نتقل لفقرة الأبراج خلونا نشوف شو الأبراج محضرة لليوم موسيقى 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 موسيقى